أكد الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية أن المملكة العربية السعودية كانت ولازالت وستبقى العمق الديني والتاريخي والحضاري للأمتين العربية والإسلامية نعم وخلال مشاركته في مؤتمر التواصل مع إدارات الشيون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم برعاية خدم الحرمين الشريفين تحت شعار التواصل والتكامل أكد الدكتور الهاجري همية المؤتمر ومضمونه الهادف في هذا التوقيت الدقيق مشيدا بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في ريادة الساحة الفكرية الوسطية لعالمنا الإسلامي